اختتم وفد مجلس الشورى مشاركته في حوار البرلمانات العربية حول المراجعات الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً نظمت الحوار لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا الأسكوا في العاصمة الأردنية وقد حظيت إنجازات مملكة البحرين التشريعية وتنفيذية داعمة لمفاهيم تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكن المرأة بإشادة واسعة من ممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية المشاركة وذلك في إطار الاستعراضات التشريعية التي قدمها وفد مجلس الشورى خلال ست جلسات ناقشت التطورات التشريعية في مجال حق المرأة في العمل وبيئة العمل اللائقة وفرص الريادة وكذلك التطورات التشريعية في مجال مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار السياسي وإيضا في مجال حقوق الحماية من العنف الحقوقي وحماية النساء والفتيات الأكثر هشاشة والمسائل الأسرية والأحوال الشخصية اشتركوا في القناة